سعالوا هلوموا إلينا الضفوة عمو يزيد لا تنساش رقمك الهاتفي وباليدك الإلكتروني مرحبا بك إذن يا أطفال قلوا لأصدقائنا كنت سجلوا شوية على الصبر لأن التسجيلات كثيرة وحتما سوف نتصل بكم إن شاء الله باش تحضروا معنا شوية على الصبر فقط في هذه الفترة هذه يا أطفال بعد يوم واحد برك راح الجزائر تعيش يوم مهم هو اليوم الوطني لذوي الإحتياجات الخاصة يا أطفال اليوم الوطني لذوي الإحتياجات الخاصة أنا شخصيا شاطروني الرأي بالنسبة لي الإحتياجات الخاصة هي تحدي يعني تشوفوا بالمرات كان أطفال خاصة نحن نتكلمون لأطفال لأنها حسنا موجهة للأطفال كان أطفال عندهم إعاقات إحتياجات خاصة ولكن تسيب عندهم إرادة كبيرة تسيبوا يقرأ تسيبوا يدي الاحتياجات على وحده تسيب يعني إرادة قوية ماذا بيا اليوم نتوقفوا باش نضامنوا مع هذه الفئة كاملة فئة ذوي الاحتياجات الخاصة ونقولوا لهم رانا معهم ونقولوا لهم رانا نتعلموا منكم من تحدية تنتعكم والإرادة تنتعكم احنا رانا نتعلموا يا أخي إذن مرحبا بكم معنا هيتم هيتم أسنت شوفنا هضروشيو مع هيتم مي كم ليه هيتم قول هيتم تحب أمو يزيد أكبر حال يا رك هنا جميل جميل مرحبا بك هيتم إذن إحنا اليوم معنا أصدقاء وحبنا نستهدفوها كده أطفال لعندهم احتياجات خاصة تاني معنا واسمك وليدي وائل رحبوا رحبوا معي أبوائل كامل رحبوا معي أبوائل ومعنا كذلك أصدقاء ثاني معنا اليوم صديقة كانت مرت معنا في اليوم العالمي لديه احتياجات خاصة وعدناها بش ترجع معنا اليوم لأننا وجدنا الهم مفاجأة واسمك بنتي هودا 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 مرحبا بك هودا وشاركي عود رجعتي اليوم وش هو هدا هودا كدو كدو لي من ريك لي أنا اوه باب تصفيق على هودا تصفيق على هودا اوه بنتي أربي طور عمرك بنتي يخليك يخليك رح نحتفظ بهذه الهدية هذه الجميلة هدي نفتحها في المنزل واسمك حانان حانان كيف رحنا لك هنا بزاب بزاب تصفيق عليها تصفيق عليها نرحبوا بهم ثاني بنتي وش رحكي بنتي ساوة واسمك سلمة سلمة كيف رحنا اسمها سلمة كيف رحنا لك هنا نعم نعم إذن إذن رحبوا رحبوا بهم كامل مرحبا بكم مرحبا بكم أنا نعطي البوبي يخبيني الهدية هدي هلا إذن إحنا قررنا هنا اليوم باش نحتفلوا ونضمنوا مع الأطفال اللي يحبونا ونحبوهم كامل نحبوكم ماذا نحبوكم كامل تحبيني نحبوك 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 ولدي نحبوك إذن تحبو الألغاز نغز اليوم يقول يمكن أن أكون قويا ويمكن أن أكون ضعيفا أتحدث كل اللغات بدون أن أعرفها من أنا هو عيد اللغز يمكن أن أكون قويا ويمكن أن أكون ضعيفا أتحدث كل اللغات بدون أن أعرفها من أنا فكروا في اللغز لغاية نهاية الحصان توموا أصدقائنا لم يشوفوا فينا يقدروا يجاوبوا على اللغز عبر موقع الأنترنت عمويازيد.com بهذا الطريق أنت كذلك جاوب وربح عن طريق الأنترنت مع آقل اكتب عمويازيد.com اضغط على زر جاوب على اللغز املأ الاستمارة ما تنساش رقبك الهاتفي بلدك الإلكتروني والجاوب على اللغز رايح تربح هدية قيمة مهدات من طرف شركة آقل 15 سنة في خدمتكم اسم الطفل الفائس في الحصة الماضية يظهر أسفل الشاشة مبروك عليك الهدية إذن يا أطفال باش نوصل مفاجآت حبيت اليوم ترحبوا معايا بهدى رح تعرفنا بشخصية مهمة في الكفاح الجزائري شخصية محمد زعموم تفضلي هدى تصفيقة على هدى تصفيقة تفضلي محببك 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 مطاق الخري يا أطفال اليوم جيت نحكي لكم مع الحياة الشهيد محمد زعموم ويدى محمد زعموم في 29 نوفمبر 1928 بعين طايا الجزائر بدأ نشاطه السياسي مبكرا رفقة أخيه حيث أصبح عضوا في المنظمة الخاصة مسؤولا عن الخلايا بمناطق مختلفة بالقبائل اعتقل من طرف السلطات الفرنسية وأطلق صراحه في ربيع 1954 انتقل إلى حياة السرية إلى غاية اندلاع التورة حيث أشرف على التحضير لها في منطقة القبائل بالتنسيق مع كريم بالقاسم سنة 1956 حاكمت عليه السلطات الفرنسية بالإعدام غيابيا عين عدون في مجلس الولايات الرابعة ليخلف العقيد سيم حمد بوغرا على رأس الولايات الرابعة سنة 1957 التحق بتونس لبحث قضية وصول أسلحة إلى الداخل وأصبح عدون في المجلس الوطني للتورة الجزائرية سنة 1958 وفي الطريق إلى تونس وقع في كمين نصبته قوة الاستعمار سقط على إدره قتيلا وكان ذلك قرب مشادلة لبويرة في 20 جوليو 1960 رحمه الله شكرا 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 هودا شكرا 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 إذن المجد والخلود لشهدائنا الأبرار لبفضلهم الجزائر رهي حرة مستقلة يا أطفال عم يزيد دار أغنية لذوي الاحتياجات الخاصة نقول فيها أنا المعاق لكن بإرادتي وعزيمة إلهي ربي قادر أرادني عاديمة نتكلم فيها عن التحديات وعن الإرادة تغنوا كامل معي أنا المعاق لكن بإرادتي وعزيمة يلا أنا المعاق لكن بإرادتي وعزيمة إلهي ربي قادر أرادني عاديمة لكنني أثابر لغاياتي العظيمة زماني لو يطول تحدي لخمول سأسعى للوصول لغايات العظيمة زماني لو يطول تحدي لخمول سأسعى للوصول لغايات العظيمة أنا المعاق أنا المعاق لكن بإرادتي وعزيمة إلهي ربي قادر أرادني عظيمة لكنني أثابر لغاياتي العظيمة أنا مثلي كالشباب أنا المعاق أنا المعاق أنا المعاق أدق كل باب لغايات العظيمة أنا المعاق لكن بإرادتي وعزيمة إلهي ربي قادر أرادني عظيمة لكنني أثابر لغاياتي العظيمة أنا حلمي في حياتي أحقق أمنياتي ولما كل الغاياتي لغاياتي العظيمة أنا حلمي في حياتي أحقق أمنياتي ولما كل الغاياتي لغاياتي العظيمة أنا المعاق لكن بإرادتي وعزيمة إلهي ربي قادر أرادني عظيمة لكنني أثابر لغاياتي العظيمة سأثابر بالصمود وأثبت للوجود لطموحي لحدود لغاياتي العظيمة سأثابر بالصمود وأثبت للوجود لطموحي لحدود لغاياتي العظيمة شكراً 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 إذن لطموحي لا حدود سأثابر بالصمود لغاياتي العظيمة إذن تحية التقدير وإجلال لكل ذوي الاحتياجات الخاصة اللي عندهم إرادة خارقة إحنا رأنا نتعلموا منكم وإن شاء الله ربي وفقنا باش نضمنوا معكم ونحبوكم ونحبوكم كامل نحبوكم بعض عبدال بالصمود صب evacوع وأنهم نحبت كامل عض Private سأخذ ايثم شكون تحب تاني شكون تحبهم كامل برافو برافو يحبهم كامل هيثم وش رعيكم تحبوا العاب الخفاء يلا نروحوا مع عمو محمد لجنة مدينة الأغوات في العاب الخفاء تفضل عمو محمد سبيقات 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 عمو محمد تفضل 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 ترجمة نانسي قنقر 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 رح يحكي لكم حكاية النملة والفيل يلا معي يا أطفال كما وعدكم عم ويزيد كما وعدكم عم ويزيد رح يحكي لكم حكاية النملة والفيل وحد النهار الفيل كان يمشي في الغابة يمشي هكذا هو حسب روحه باللي أقوى حيوان في الغابة هو حقيقة أقوى حيوان ولكن بالمرات الإنسان لا يجب يستهزأ بالناس يمشي هكذا وما تلقى تنملة في الطريق قال لها بعدي من الطريق قال لها ما تخافينيش قال لها ما نخافك شانا أنا أنا غلبك تخلاع الفيل قال كيفاش نملة كما هدي يا حبة تغلبني أنا في فيل ملك الغابة يعني بعد العسد هو أقوى حيوان استعجب بعد قال لنا هدي النملة هدي قلقتني دوك ندوس عليها وخلاص إذا نحاول بش يدوس عليها هي في الوقت اللي عب يدوس هي طلعت هكذا ودقلت له في نفو دقت له في نفو وقعد يتلقل هكذا هو شغل توتر توتر هكذا وقعد يتخبط هكذا يتخبط بلا ما في قطح تحلى حجرة تحلى حجرة ومات عنا بشوف حاجة صغيرة قتلته هو فيل عمو يزيد عمو يزيد استخدرسوا من حكايتها اليوم أنه عدم الاستهزاء بالشخص من خلال نظر إلى حجمه برافو تصفيقة تصفيقة على أبو بي تصفيقة على أبو بي إذا يا أطفال ما لازمش الإنسان يستهزأ بالناس من لما يكونوا صغار ولا يقولوا أنت ضعيف ناس بكري وش يقولوا العود اللي تحقروا يعميك يعني لازم كل إنسان نعطوله القيمة دياله ما لازمش الاستهزاء بالناس يا أخي يا أطفال عجبتكم الحكاية يا أطفال إذا لا يجب الاستهزاء بالناس مهما يكون حجمهم صغير يا أخي للحقنا الوحد الركن أنا نحبه بزاف هو الركن باريد عمو يزيد باريد عمو يزيد هم الرسائل اللي بعتهم لأصدقائنا عبر موقعين الانترنت عمو يزيد بون كوم بالضغط على الزرار أرأ وملاحظات بوبي شوف في صندوق الباريدي لكين رسائل تأصدقائنا الأطفال نقروهم أنا نحب نقرأ هذه الرسائل كين أوه هيلين هيلين أعطي لي الرسائل بوبي شكران تسفيقها تسفيق على بوبي تسفيقها تسفيق فاحنا نبدأ نقرأ ورسائل الرسالة الأولى معاً سليماني أمين ست سنوات من مدينة تبسة سلامنا لكل سكان ولاية تبسة سليماني أمين قال لكم حصة رائعة أحبكم حنا ثاني نحبوك يا أمين الله يخليك ولدي مرحبا بك الرسالة الموالية زقاي عبد السلام 11 سنة من مدينة دلس ولاية بومردس عجبتني بزاف في الحصة نحبك عمو يزيد الله يخليك ولدي عبد السلام زقاي عمو يزيد تاني يحبك 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 على الأطفال الرسالة الموالية بالخاية حمزة عشر سنوات من مدينة القلمة إذن تحياتنا لكل سكان وليد قال ما قال لكم هذه أروع حصة والله يا حمزة في الغيط أنت الأروع الله يخليك ولدي هذه شهادة يعتز بها كل تقم حصة عمو يزيد الرسالة الموالية بالعابد محمد عشر سنوات من ولاية الجزائر قال لكم أنت رائع يا عمو يزيد لأنك تحب الأطفال وهم كذلك يحبونك وأنا أحبك الله يخليك محمد بالعابد عشر سنوات من جزائر العاصمة شكرا لولدي على هذه الرسالة الجميلة عمو يزيد تاني يحبك آخر رسالة اليوم حمدي دليلة 23 سنة عندنا أصدقاء الحصة تاني مش شرط يكونوا أطفال إحنا مرحبا بهم كامل حتى الكبار اللي حبوا حصة عمو يزيد مرحبا بهم حمدي دليلة 23 سنة من مدينة الطيبات وليت ورقلة قال لك أشكركم على هذه الحصة مزيدا من النجاحات إن شاء الله مع حسس أخرى الله يخليك بنتي الله يخليك دليلة حمدي 23 سنة من ورقلة تحيتنا لكل سكان الجنوب الكبير عمو يزيد يحتفظ بهذا الرسائل هذا إذن الرسائل كانت هائلة جميلة جدا إذن رسلنا يا أطفال عبر موقع على الانترنت عمو يزيد بون كوم بالضغط على زرار ومراحضات شكولي عنده نكتة جميلة يجي يحكيها لي نكتة جميلة تعالي بنتي تعالي بنتي أقعدي بنتي واسمك بنتي إيناس وين تسكني إيناس فيباناني فيباناني شحل في عمرك ست وسنوات ست وسنوات حكينا نكتة تعيك آم أندي أغنية تفضلي هذه عهود الله وعهد في عنقي يدولي مدى الأيام بأن تبقى في دمي يا معلمي هاك قاسمي لحنا في فمي في فمي في فمي يا معلمي هاك قاسمي لحنا في فمي برافو برافو وغنية المعلم برافو بنتي برافو تعالي العلم ومعلمي كذلك يا أخي برافو بنتي برافو تعالي 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 أروح حتى هديك تعالي أروح أقعد هنا أقعد أوليدي واسمك منصور منصور وش حال في عمرك منصور خمسة خمس أيام ايه خمس شهور ايه خمس سمانات ايه منين ايه يا أخي ايه وين تسكن منصور في خمس مليانة خمس مليانة تحية تحية القانس خمس مليانة دخل تقرأ أو لمازال مازال هاد العام دخل ايه وين دخل مازال بس هني داخل دك اه دركها دخل ايه برافو مش حاضر انت يا بس اجي دركها غدوة اه مش دركها غدوة ايه ايه تدي أختي سيزيام اه اختي تدي سيزيام هاد العام ايه اه مبروك نجح عليها ان شاء الله راي نجحة بالتوفيق اخي تقولها بالتوفيق ايه هاي برافو راح راح تلعب شوية شكول عنده نكتة جميلة نكتة جميلة نكتة جميلة تعالى تعالى اقعد وليدي واسمك ايوب ايوب ونسكن ايوب رغاية في رغاية احكينا النكتة تعالك وليدي واخذي الحذرة انا في الخلفي انا في الصفي انا يمناك انا يصراك سارع سارع انت البارع ادلك ندك تبلو قصدك هادي اغنية مش نقدة برافو ريدي برافو برافو تفضل 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 الحقنا دركاء لركن الجواب عن اللغز لغز اليوم قال يمكن ان اكون قويا يمكن ان اكون ضعيفا اتحدثوا كل اللغات بدوني ان اعرفها من انا تعالي بنتي واسمك بنتي العروسة ايا ايا وما انت سكني ايا في بيرتوتا بيرتوتا خيار الناس وش هو الجواد السادة السادة برافو برافو لكو لكو اروحي بنتي نعطيك الهدية تعك اعطيه الهدية تع الشاطرة برافو برافو بنتي برافو السادة السادة هو لكو هامو يزيد يهديك هاد الشوب هدية تشرب فيه الحليب والماء ان شاء الله وكذلك ثلاثة سادة اقراص مضغوطة في كل سادة 22 اغنية خاصة بالاطفال عندك ما تسمعي بنتي اذا اتفضلي ان شاء الله تسفدي بهم بنتي العفو 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 انا اليوم عندي لكم مفاجأة المفاجأة هي إذا تذكروا في الحصة الماضية تاع اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة كنا استضفنا هدى اللي حضر معنا اليوم وعدناها باللي نحتافل وبعد ميلادها هذا كان وعد بالرغم من أن هدى في عمرها 25 سنة ولكنها وفية للبرنامج وتحب البرنامج وكانت أمنيتها أنها تحضر في البرنامج إذن جبناها للبرنامج في اليوم العالمي لذوي احتياجات الخاصة وجبناها كذلك اليوم باش نديولها عيد ميلادها وتحتافلوا معنا كامل بعيد ميلاد هدى يلا معنا عيد ميلادك أحد عيد ربك تبنك عمر جديد الله يبارك في كويزين ونقول لك عيد ميلاد سعيد الله يبارك في كويزين ونقول لك عيد ميلاد سعيد موسيقى من قلبي في كنتمنا صحة وسعادة وهانا شرع يا ربي لميلاد سانا وتعيش أيامها أخرى شرع يا ربي لميلاد سانا وتعيش أيامها أخرى موسيقى يا بانين ويا بانات يلا نطير فارونا يسأل مراح غني نفرح ونعش أحلى الأوقات يسأل مراح غني نفرح ونعش أحلى الأوقات موسيقى هذه الحلوى لك جبناها وشمعك فيها زرعناها بسمك أنتا زيبناها ليلة حلوى يا محلاها بسمك أنتا زيبناها ليلة حلوى يا محلاها موسيقى 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 هدايا يهدون هيا نصفق ونغني دون سنة حلوة يا جميل سنة حلوة يا جميل سنة حلوة سنة حلوة سنة حلوة يا جميل برافو برافو إذن هودا بالرغم باللي عندها 25 سنة ولكنها وفية للحصة وعدناها باش نجيبها نقولها عيد ميلادها لأنه كان أمنيتها احنا ماذا بنا نحقق أمنيت قاع الأطفال تعنا وقاع أولادنا إذن حسبوا معي خمسة أربعة ثلاثة إثنان واحد يلا تنسفي لشبعة يلا 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 نسفي برافو عمو يزي دعونك شوية برافو بنتي برافو برافو أعطيلي الشهادة تحها إذن بنتي عمو يزيد يهدي لك شهادة إنجاح تصوير حصة مع عمو يزيد وإنتم تاني هذه الشهادة باسمكم كي تخرجوا كل واحد عنده شهادة يديها معاه كذكرى باش تحتفظوا بها في الدار في هذا الدار في الجبيل هدت على الحصة هاي اللي اكتعك بنتي هنا أعطيلي الهدية تحها بما أنك رسلتنا بخمس قاسمات من علاب حليب رامي على صندوق باري 42 ألف استوالي العاصمة رامي ممول الحصة وراعي البرنامج يعطيك هادلة طابلات باش شوفي فيها حصة عمو يزيد إن شاء الله مرحبا بك بنتي وأنا مبقى لي إلا نقولكم بقى على خير سنونا في الأسبوع المقبل نفس القناة نفس التوقيت نحبوكم يا أطفال لا تحزنوا حنال ودع يا أصدقاء كل الأياد في ارتفاع إلى اللقاء لا تحزنوا حنال ودع يا أصدقاء كل الأياد في ارتفاع إلى اللقاء لا ننساكم لا تنسونا أحببناكم أحببتونا سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد لا ننساكم لا تنسونا أحببناكم أحببتونا سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد